السلام و مرحبا بكم شاء الله الناس تكونوا بخير و لا بس رأيكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة اول حاجة ناختنا من وقت وقت منصرف على الحبيل مصطفى على افضل الصلاة والسلام اليوم الوصفة بتاعنا بشي تكون حاصلوا خاصة بالناس اللي تعمل حمية غذائية اللي يعملوا رجيم حاصلوا بانواع و تنجم تنفعكم الفكرة هذية متاع السلطة ومعها بطبيعة اومليت وإلا تحبوا اسكالوب ولا اي حاجة مهم بروتين معها لناك ما شفتو اخذيت قرن فلفل احمر كبير و كل من فلفل حار ومعها يجب اقفر و كع segبتين بان جان كبير Jug in Gron fi Grign Brahe 560 و كبير نيل كابتين وبعد انكذما نتمتب استحضرات كبيرة يستحقها بدني نأكل منها كما اليوم ونخلي منها الغدوة مش مشكل يعني تبقى في الفرجدير تصبر ما يصير لها شيء المهم كيف ما شفتوا بعد ما غسلت الخضرة حصيل ونظفتها البنجين كيف ما شفتوا هكا كبات ما نقصهم مش كبار برشا ومش صغار برشا كيف ما شفتوا قد هكا المهم نقصهم بشكل هذية بشكين حطوهم يطيبوا ما يذبلوا لنا شيء يعني ما يقولوا نحن الحجم متاعه ما يتقلص شبار شي يبقوا ظاهرين هذية البنجين بش نقصوا بطريقة هذية بطبيعة كيف كيف القراء والفلفل والفلفل الأحمر مبعد بطبيعة السلطة هذية رو تنجموا تزيدوا لها اللي تحبوا وتنجموا وتفوحوها باللي تحبوا زادا امان بش نوريكم الطريقة اللي نعمل بها وصدقوني راه يتجيبنينا على الأخر وتيكلوها حتى الناس اللي مش اللي ما عندهاش يعني مش تتبع بالضرورة تتبع حمية غذائية تنجم هذية نوع من سلايت يعني نوع من سلطة تنجموا وتحطوها مع الماكلة مثلا مثلا نهار طيبين نقولوا نحنا طيبين حاجة مقلية حوت ولا حاجة مقلي هذية في الفور سهلة يعني وما هيش ماذرة كيف يش طيبوا مثلا نهار حوت طيبوا مع هل سلطة هذية مش مشكل وإلا طيبوا مثلا نقولوا نحنا ما قرونا زعرة ولا حاجة تحبوا بحدها بجنبها سلطة نجموا تطيبوها سلطة هذية تنجموا تعملوها سهلة وبسيطة وصدقوني بلينا على الأخرى خاصة الناس اللي تتبع حمية غذائية راهوا أي نوع متاع خضرة مسموحة في الحمية الغذائية إلى محال أنواع الخضرة الكل مسموحة ما عدا الحاجات اللي فيها السكرية يعني وإلا النشوية كما البطاطا والسفنيريا المهم بعد ما كملت هذيك البنجين كيف ما شفتوا الغرع هذيك الأخضر كيف كيف هذي يسموه في ثم شكون يسميه كوسة حصيلوا في دول المشرق يسموه كوسة في الدول المغرب العربي ثم شكون يسميه غرع بوشوكا في بيلي هكا واللي سموها الغرع الخضرة كل وحد كيف يسميها نحنا في تونس نسموه غرع بوطزينة المهم هذي الجرع الأخضر يعني بش نسميه بصفة عامة الجرع الأخضر بش نجمو يفهموا لهجات الكل كيف ما شفتوا زاد هذيك عبتين الفلفل عليش حبيت الفلفل تنجموه طعم له جرن واحد يزي أنا خطر نحبها حارة حطي ثلاثة جرون بش تجيني حارة هذي بش نفوحها حصيلوا بالزعتر ومفوحها بزيزيتونة وشوية ملح وتنجموه راه وتحطوا تابل وكروية وتنجموه تحطوا فلفل أحمر مهروش وتنجموه تحطوا فلفل أكحل كيف ما تحبوا انتم كيف ما قلت لكم فوقوا كيف ما تحبوا أمام المستحس نحطوه لها ملح وشوية زعتر وزيت زيتونة وخليها تطيب بالطبيعة بش نغطوها وخليها تطيب وبعد ما تطيبها كيف نحولها تلغطها متاعها ونخلوها نقولوا نحنا تتشوح شوية يعني نتاخذ وجه شوية بالسخانة بتاع الفور باش يجينا كيينها مقلية هي رمي جيش مقلية بطبيعة خطرها طيبة في الفور ما جيش مقلية خطر طيبة بزيت زيتونة بطبيعة بنسبة للناس اللي يتبع حمية استعملوا زيت زيتونة الناس اللي بش طيبها عادي يعني طيبوا بزيت نباتي عادي مش مشكل والتجمو حتى رهو اللي مش يتبع في حمية وما يحبش طيبة في الفور نجمو تقلوهم رو بنفس الطريقة هذية تقصوهم كيما هكا وتقلوهم في الزيت وتحطوهم وتفوحوهم كيما بش نوريكمانا صدقون يجيكم مسلطة بنينة على الأخر جربوها وما تندموش بإذن الله هنا هذي الفلفل الخضر كما شفتو زيت قصيتو هاكا روندلات صغيرين مش كبار برشا بش نجمو يتيب لي في وسطك الخضر هذي كلام حاله يتيب فيسا حتى الخضر الاخرة تتيب فيسا خاطر فيها ماو جديدا وهذي القرن الفلفل الحمر اللي حلو هذيه خطروا خشين برشا قصيتو على زوز وبعد مش نقصو هاكا ترونشيت ونحطو الفلفل الخطر بصراحة مفيد برشا خاصة الفلفل هذيه للوين نرهو مفيد برشا المهم نحطك الفلفل هذيكا وتوجه وقت بش نفوح اللسطات امتيعydd الفور شعلتو يسخن عن 180 درجة بش فيسا عطيب لي خاطر حاشتي باها فيسا عطيب وبش نستعمل معịا نطيب معاها اوملية بش نستعملthe بالنسبة للا اوملية انا ما عاديش مشكل ناكلها صباح فطر الصباح ناكلها نص نهار في الليل عادة مافهم مش حتى مشكل خطرها هي بروتين بطبيعتها العظم يعني يناكلها في اي وقت النجم ناكلها الصباح ما سموتها وفي نص نهار مثلا اوملية ولا في الليل عادي مافهم مش حتى مشكل النجم حتى ناكلها مثلا ن المترجم ليس قنات بمقارنة المرقز الانragon يتم بإطلاق المرقز ممترقه للمرقز لنأكلان المرقز لا يعجبهم للاعج مصنع المرقز لا محق التصريح المهم كما الحمى فروم عملته في الدار المهم كيف ما شفتو رشة زعتر والهنا كتما شفتو شوية مالحب الطبيعة لإلى الله محمد رسول الله وزيت زيتون هذي كراو لازم منو كتما شفتو حاطيت منو دقريبا مغرفة مغرفتين ما نكثروش خاطر باش نزيدو الزيت في وسط السوس خاطر باش نعملو لها سوس وقت اللي نخرجوها باش نعملو فيها سوس من مستحصل ما نكثروش واسلا باش متجينيش مزيته بارشا المهم لهنا باش نلبس القون موكي الخضر هذي كالكلها حصيلو زيت زيتونه وملح وزعتر ما حطيت حتى شي اخر ونبعد باش نحطها في الفور على 80 درجة بالطبيعة باش نغطيها بابي كويسون و بابي ألمنيوم ونخليها طيب وقت للطيب يعني ما متخدش برشة وقت هيلة محالة ديما نعسوا عليها ما عنديش وقت معين باش طيب كل واحد وحاس الدرجة الحرارة متاع الفور نخليها طيب ووقت للطيب نحو لغطاء متاحها ونخليها هكت نقولو نحن تتحمر شوي من فوق وبعد نخرجوها باش نحضروا لها السوس متاح المواملين كيفما شفتو خلطها تخليطها هكت كافيسة حفيسة وطيب باش نبلل البابي كويسون لازم نبلو باش يشد بلاستو يعني باش يغطي الخضره خاطر كباش نغطو بالبابي كويسون باش تطيب في وسط الماء يعني باش الخضره هذيك تقعد تطيب في البخار اللي خارج منها يعني هكت الماء اللي خارج منها هذيك تطيب في وسطه هذي البابي كويسون كيفما شفتو بليتها بالماء يعني بليتها بالبه كيفما شفتو وعصرتها بطباعة نغطي باها ومبعد باش نحط طرف صغير متاع بابياليوم جوست من فوقه برا باش تسخن البابياليوم يعني باش تشد يعني تحبس الحراره في وسط الخضره هذيك المهم هذي الخضره متاعي كيفما شفتو غطيتها وتحو باش نجيب الطرف متاع بابياليوم نحطها من فوق ونحطه البلاتون بتاعي نحطه في وسط الفور على درجة حرارة 180 تقريبا ما اخذليش بارشا وقت الحقم تعربي تقريبا نص ساعة هكيك نص ساعة ما كثرش خطر الفور اللي عندي سخون بصراح نص ساعة ما طولتش ثم اللي يطول مثلا الفور اللي يبدأ مش سخون تطول بارشا المهم هذي طولش نحطها في الفور وبعد برش نواليهي لكم وقتنا نخرجها وبتش بطبيعة بش نفوحها المهم هذي حصير الخضره خرجتها من الفور لما حالها راني نحيت لها لغطاء متاعها وخليتها تتحمل شوي من فوق راهو سخون البلاتون كما شفتو ما نجمتش ان نحركوا هذي كالخضره متاعي كيفاش طايبة لين بش نعمل لها سوس شوية شوية يعني كما شفتو تقريبا مغرفة متاع زيت زيتونة وبش نعمل عصره قارس ونعمل نعناع شايح هذي هي السوس متاعها تنجمو راهو تزيدو اللي تحبو هذيها بالنسبة لي بصراحة سوس متاعها هذي في تونس لما حالهو بالفرنسيد قال في تونس في تونس نعرفها برشا الكلمة مالدولة عنها فينيجريت والذي هي السوس متاع السلاطة اللي ت partتزيLab قائلت إلى الناس اما فيmbolيس سوس التي تποιينت Mercedes نخلط تواكل مكونات هذيك لكلها كيف ما شفتو التطبيلة هذيه نخلطها ونبعد نحطها على على السلطة بنسبة للملح ما نشوي تنزيد خاطر يعني الكمية اللي حاطيتها ملول هذيك هي تكفي خاطر ما نحبش الحاجة الملح و ما نحب زايدة ملح بصراحة ما نكذبش عليكم نحب ديما ماذا بيا ناكل الماكلة ما السوسة يعني من غير ملح المهم كيف ما شفتو بعد نصبتك السوس هذيك نحاول نخلطها كاملة كيف ما شفتو ونبعد بطبيعة بش نطيب معها امليت يعني هذي طيبتها الفطور يعني اللي نقوله نحنا متاع نص النهار امان ما كليتوش نص النهار لحقيقة كليتو ماضي ساعتي لحقيقة كن ندخل في الدايت يعني في الكيتو دايت نحس روحي ديما شبعانا خاطر يعتمد برشعة الدهون هذيك عليش نحس روحي ديما شبعانا المهم هذي اصلاطها متاعنا كيف ما شفتو شفوها كلون متاعها صدقوني راهي بنينة على اللخر جربوها ومتن موش بإذن الله مش نحضر معها امليت كيف ما قلتو لكم والهنا هذي صحان متاعي كيف ما شفتو معها الامليت عملت كعبتين عظم فوحتهم كيف ما نحب يعني حطيت ملح تابلو كاروية فلفل كحل فلفل مهاروش وطيبتهم كيف ما شفتو وهذي الصحان متاعي صدقوني يجيبنين على الاخر ويشبع اصلا وتزيدوا معها هكا وارغتنا خسرة ويشبع من غير لخبز من غير لحد شي وتستغنوا على المعجنة وتستغنوا على الحبز الحمد لله تو عندي اليوم السابع الحمد لله معتي مرتاحة هذي كان فيديونا اليوم وهذي كان وصفة اليوم ان شاء الله الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها ما تنسوش تشجعوني بلايك وكمنتير وما تنسوش تراتجوا الفيديو مع الأهل والأحباب فضلا وليس أمرا نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفتي جديدة وفي أمن الله اشتركوا في القناة